موسيقى منوصل دراستنا من أفيسوس القديمة عن وحدة جسد يسوع المسيح وما عمله المسيح قبل الميلاد وبعد الميلاد أقصد ميلاد المؤمن وشو التغيير اللي حدث في حياة المؤمن أنا موجود في منطقة تسمى السوق العام أو الساحة العام للأغورا السفلة اللي بتنزل من فوق من خلف مكتبة سلسس لكن الطريق المؤدي إلى طريق الميناء اللي بيقطع من المسرح الروماني حتى يوصل ميناء أفيسوس القديم يسمى الأركاديان أو حتى كانوا يسموه طريق الرسل لأنه بولوس، تيموثاوس، يحنى الرسول مع القديسة مريم العذراء كلهم صاروا في هذه المنطقة السوق العام عادة مثل ما بتشوفوا أثارات الدكاكين العمدان على الأربع جهات ومن الداخل الدكاكين للمبيعات والمشتريات أيضا أيضا السوق العام أو المساحة هاي الشاسعة اللي انتوا شايفينها ورائي كانت الناس تأتي بأفكار جديدة، فلسفة جديدة، خطبات جديدة وتتقابل في هذا المكان هذه المنطقة طبعا تراجعت إلى الوراء بسبب الطمي والطين اللي كان بينزل من نهر كيستر في الميناء مما أدى لتراجع البحر والمنطقة كلها أصبحت منطقة زراعية خصبة ومشكلة أخرى أنه الرومان لما جاءوا قطعوا الشجر كله فأفسس مبنية بين جبلين وطبعا بنوا البيوت بشكل مدرجات لكن لم يعلموا أنه الشجر هو اللي بيمسك التربة فالتراب عندما نزل غطى معظم المنطقة حتى المسرح الروماني اللي شايفين وراي بيسع لـ 25 ألف نسمة اكتشفوا نسبة أو علو الطين والتراب أكتر من 3 أمطار والمنطقة وين إحنا منصور كانت كلها مغطاة بالطين والتراب إذا بتطلع معي خلف العمدان وين الشجر الأخضر كانت على هذا المستوى فالحفريات قاموا بالحفريات حفروا تقريبا 20% من البلد لكن تحتاج إلى 80% مزيد من هذه الحفريات شيء جميل أنه نقف على التاريخ اللي بيتكلم عن عظمة أفسس في كل مكان سواء في الأجورا التجارية مكتبة سلسيوس أو المسرح الروماني أو الطريق القديم طريق الميناء القديم اللي بيأدي إلى ميناء أفسس اشتركوا في القناة